نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدول من أنباء بشأن إلغاء التعامل على المجغولات الذهبية التي تمت دمغها بالدمغة التقليدية وعدم الاعتراف بها تزامنا مع اعتماد منظومة الجديدة للدمغ بالليزر وتواصل المركز مع وزارة التموين والتي شددت على أن كافة المجغولات الذهبية المدموغة بالدمغات التقليدية المتعارف عليها التي بحوزة التجار والمستهلكين السارية مشيرة إلى أن عملية الدمغ بالليزر تعد عملية تنظيمية لمواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة ولمعرفة منشأ كل قطعة ذهب وتسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنعها وحتى بيعها وتنقلها بين العملاء